بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثانية والثلاثون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء أياكم الله وبركة فيكم هذا السائل لأبو عبد الله يقول أرجو أن تفسروا الآية وما معناها رب المشرقين ورب المغربين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد معنى الرب المالك والخالق والمصلح والمدبر والمربي هذا معنى الرب سبحانه وتعالى المشرقين قيل المراد بهما مشرق الشمس والقمر مشرق الشمس والقمر أي مطلع الشمس ومطلع القمر لما في ذلك من العبر والآيات وقيل المراد بالمشرقي المشرقين ورب المغربين كذلك المغربين مغرب الشمس ومغرب القمر القول الثاني أن المراد بالمشرقين والمغربين مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف الآية الثانية فضيلة الشيخ الذي يستفسر عنها الأخ أبو عبد الله يقول في الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين نعم هذه الآية جاءت بعد ذكر قصة قارون الذي طغى بالمال وجحد نعمة الله عليه وما حل به من العقوبة وبماله الذي أطاه خسفنا به وبداره الأرض ثم قال جل وعلا تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد من أراد الفساد في الأرض فليس له من الآخرة نصيف ومن أراد العلو والتكبر ليس له من الآخرة نصيف هذا ما تدل عليه الآية نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد فمعناها أن من أراد علوا في الأرض أو فسادا أنه لا يكون له نصيب الدار الآخرة أحسن الله إليكم هذا السائل يقول لفضيلة الشيخ ما هي أسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى توكل على الله ليس له أسباب توكل على الله عقيدة في القلب لأن يفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى يكون من أسبابه إذا ذكر ضعفه وحاجته إلى الله إنه يتوكل على الله عز وجل فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في هذا الوقت كثر الشباب الذين يقومون بالتفحيط بالسيارات فيؤذون الناس ويؤذون المسلمين هذه العادة كثرت في زماننا ما نصيحة الشيخ لهؤلاء الشباب ولأبائهم معجورين لا شك أن العبث بالسيارات أنه خطر وأذع خطر على نفس المفحط وخطر على من حوله بأن يحصل الحادث في لاب السيارة أو اصطدامها بأنها سلاح يلعب به خطر على من حوله في الطريق من حوله من المارة أو من يتفرجون أو من أصحاب البيوت مجاورة للميدان فهم يتأذون بذلك بسبب ما يسمعون من الصوت وبسبب ما يحصل عندهم من الفزع من خوف ما يترتب على التفحيط من الحوادف وعلى كل حال هذا يدل على السفاهة وخفة العقل ويدل على الأشر والبطر لأن السيارة مركب من نعم الله عز وجل فلا يجوز الإسراف استعمالها والعبث بها لأنها مال والمال يحترم ويصان ويحافظ عليه وأما ما يجب على هؤلاء المفحطين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا هذا التصرف الأهوج الذي لا يصدر من عاقل أن يتركوه لأن الناس يستخفون بهم ويستهجنونهم على هذا العمل لحين أنهم هم يفتخرون بهذا والناس يستهجنونه ويتنقصون صاحبه والواجب على والديهم الأخذ على أيديهم وعدم تمكينهم من السيارات التي يعبثون بها فإن صاحب السيارة هو الوالد مسؤول عن هذا أن لا يتركها بيج من يعبث بها ويعرضها للتلف يعرض الناس للإصابات فهو آثم بذلك نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في زماننا هذا كثرت وسائل الاتصالات المتنوعة الكثيرة ومنها الجوال والإنترنت والقنوات هل لطالب العلم شيخ يستفيد من هذه الوسائل وهل هناك شروط في ذلك؟ طالب العلم يطلب العلم على العلماء لا يطلب العلم على الجوالات والإنترنت بل لا يطلب العلم على الكتب كيف بهذه الجوالات وهذا الإنترنت الذي لا يدرى ما يكون فيه ومن وراءه فلا يرجع إليها ولا يعتمد عليه إذا أراد الاستفادة إنه يقرأ من كتب نافعة ويجلس عند أهل العلم ويستفيد هنا يقولي شيخ إذا كنت قد أقرب أحد زملائي عشرة ألاف ريال من المال وحال عليه الحول وما زال المبلغ معه لم يرجعه إليه هل أزكي عليه؟ نعم هذا مالك وملكك في ذمة المدين إذا حال عليه الحول إن كان المدين معصرا لا يستطيع السداد أو كان مماطلا إنه لا تجيب فيه الزكاة حتى تقبضه منه لأنك لا تدري هل يرجع إليك ولا يرجع أما إذا كان المدين مليا غنيا وباذلا أيضا للمال عند طلبه فإنك تزتيه كل سنة تمر عليه وفي ذمة المدين لأنه ما لكنام أحسن الله إليكم هذه الأخت السائلة تقول فضيلة الشيخ أنا أنوي أداف ريضة الحج هذا العام إن شاء الله ولكن لا يوجد من أذهب معه حيث أن أولادي يدرسون خارج المملكة وزوجي رجل مريض السكر والضغط ولا يستطيع أن يأخذني معه إلى المناسك فهل تسقط عني أداف ريضة الحج أو أذهب مع مجموعة يكونون محارما لي إذا كنت لم تؤدي فريضة الحج وليس عندك محرم ولا تنتظرين أن يحصل المحرم في المستقبل تتوكلين أن يحج عنه أما ما دمت ترجين أن تحصلين على المحرم تنتظري أن يحصل المحرم فتحجين معه وأما جماعة النساء وجماعة الحجاج فلا يكونون محرما للمرأة محرم المرأة هو من تحرم عليه من الرجال بنسب أو بسبب تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب سبب مباح فالرضاعة والإصحار هذا هو المحرم هذا السائل محمد يقول لفضيلة الشيخ كيف يزيد الإيمان وما الأعمال الصالحة التي تزيد من الإيمان كل الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان فرضها ونفلها كل الطاعات يزيد بها الإيمان فالإيمان يزيد بطاعة وينقصه بالمعصيح نعم يقول أنا أقرأ في كتاب تفسير الجلالين فهل في ذلك وما أفضل الكتب في التفسير مأجوري كتاب الجلالين كتاب مختصر ومفيد لأنه يجمع التفسير بحبارة قريبة ومختصرة وهو يعطيك تفسيرا عاجلا للآية ولكن فيه بعض التأويلات تأويلات لآيات الصفات لأن الجلالين السيوطي والمحلي كلاهما أشاعرة تقدون عقيدة الأشاعرة فيؤولون الصفات ولولا هذا المحذور فيه فكان كتابا جيدا وأما أفضل التفاسير فهي كثيرة ولله الحمد وأفضلها ما كان على منهج السلف الصالح ومن ذلك كتاب تفسير بن جرير تفسير بن كثير تفسير البغوي هذه التفاسير موثوقة أو تتمشى مع منهج السلف في تفسير القرآن نعم يقول السائل أبو معاذ من مكة المكرمة يا شيخ هل العالم الذي يربي التلاميذ على العجل الشرعي داخل في الآية الكريمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرة الآية خاصة بالوالدين رحمهما أي الوالدين كما ربياني صغيرة والمعلم له حق على التلميذ بلا شك لأنه علمه علمه العلم النافع علمه ما يستفيد منه عاجلا وآجلا في حياته فله فضل على الطالب ويدعو له ويكافئه على فضله ومعروفه وإحسانه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه الوقت السائلة تقول قرأت حديثا فيما معناه بأن العقول ترد لنا في قبورنا وذلك للحساب والعقاب ما هي العقول لترد الأرواح ترد روح الميت إليه في قبره ويجلس بعد دفنه وقد تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعان عالهم يأتيه ملكان منكر ونكير ويقعدانه وتعود روحه في جسمه ثم يسألانه من ربك وما دينك وما النبي فيجيبهم إن أجاب بجواب صحيح سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ووسع له في قبره وفتح له باب إلى الجنة وإن تلجلج في الجواب ولم يستطع الجواب قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت إنه يضرب بمرزبة من حديث ويقال له لا دريت ولا تليت ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها هذا ما يكون الميت بعد أفنه أسأل الله الثبات تبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقد تتصل به روحه في فترات أخرى تتصل روحه به والنعيم يقع على الروح وعلى البدن كما أن العذاب أيضا يقع على الروح وعلى البدن نعم أحسن الله إليكم رضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هي مسؤولية إمام المسجد وأيضا المؤذن سؤليتهم عظيمة أولها المؤذن مؤتمن على الأذان يعني يحافظ عليه في أوقاته ولا يتغيب إلا لعذر شرعي والإمام مسؤول عن الصلاة بالجماعة والإمامة فلا يتغيب عنها إلا لعذر شرعي ويوكل فذلك المؤذن يوكل من يوذن عنه إذا صار له عذر يوكل من يوذن عنه ولا يترك الإمامة والأذان بدون وكيل والإمام يتفقد المأمومين يعظهم ويذكرهم وأيضا يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم بكيفية الصلاة رص الله عليه وسلم للإمام اقتدي بأضعفهم وقال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف إن فيهم الكبير والمريض وذل حاجة فهو يراعي أحوال المأمومين كذلك في الإقامة لا يعجل حتى يحرم الناس من إجراءة الصلاة ولا يؤخر حتى يشق على الحاضرين بالانتظار نعم أحسن الله إليكم هذا السائل الذي رمز بألف آلف يقول بالنسبة لمداعبة الزوجة بدون إنزال هل توجب الغسل وهل يشترط في التقاء الختانين غياب الحشفة أم لا لا يلتقي لا يلتقي الختانان إلا إذا غابت الحشفة فالتقاء الختانين يلزم منه غياب الحشفة فإذا أولج وغابت الحشفة وجب عليهم الاغتسال الرجل والمرأة ولو لم يحصل إنزال نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول فسروا لنا ما هو الظهار وما مثاله في ذلك مأجوري الظهار يقول لزوجته أنت علي كظهر أم تحرمين علي كما تحرم علي أم هذا هو الظهار أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه من دوات نسبه هذا هو الظهار وهو يمين يمين مكفرة كفرتها كما ذكر الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع الصيام فإنه يطعم ستين مسكين ولا بد أن تكون الكفارة قبل أن يعود إلى الجماع وحرمها ولا يجوز له أن يحرمها ولكن لا يعود إلى الجماع إلا إذا كفر من قبل أن يتماس نعم أحسن الله لكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يلزم في الدعاء اللغة والتفضيل وانتقاء الكلمات كأن تكون باللغة العربية الفصحى وكذا بكلمات عربية فصيحة؟ نعم حسب استطاعتي العام يدعو بلغته والعالم يدعو بلغته اللغة العربية الفصحى رضية الشيخ هذا سائل يقول زيارتي لتارك الصلاة في مرضه أو محاولة علاجه والسعي لذلك أو تشيع جنازته إذا مات قد تكون سببا في هدايته هل في ذلك يا شيخ؟ إذا مات فاتت الهداية ما تشيعه وتاركه للصلاة لكن في حالة مرضه إذا كان في زيارتك له رجاء لتوبته ورجوعه إلى الصواب إنك تزوره وتعظه وتذكره وتأمره بالتوبة إلى الله يختم له بخير أحسن الله إليكم هذا السائل يقول عندنا كلب صيد في البيت وأخي يتردد على البر والنزهة بين الفينة والأخرى ولكن هذا الكلب يكون معنا في بيتنا في الحي لا يكون في البيت إنما يكون له مكان خاص إذا كان يقصد من اقتنائه الصيد والاستياد به فلا بس ولكن لا يكون طليقا في البيت يلغ في الأواني ولكن يكون له مكان خاص أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يزكي الكفيل عن الخادمة التي في بيته وكذلك السائق؟ زكاة الفطر؟ نعم لا بس بذلك إذا كان ينفق عليهم فإن الفطر اهتبع النفق ينفق يجكي عنه وإذا كان ما ينفق عليهم وأراد أن يدفع عنهم زكاة الفطر مساعدة لهم فلا بس بذلك لكن لا بد أن يشعرهما بذلك تيوكي له تقول السائلهم عبد الله هل على المرأة أن تقرأ القرآن غيبا إذا كانت في فترة الحيض؟ إذا خشية تنساه أو كانت طالبة وتختبر به فلا بس أن تقرأه للحاجة؟ نعم جزاكم الله خيرا بالنسبة يا فضيلة الشيخ لمن فاته الوتر ليلا هل يقضى في النهار؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ نعم السنة أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر في فترة الصباح يقضى ويشفع بدل ما يكون وتر يكون وشفا فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا بسلامين وإذا كان يوتر بأكثر من ذلك مثل خمس مثل سبع مثل تسع مثل أحد عشر ثلاث عشر إنه يشفعه نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذه تحية من زميل مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته